بسم الله الرحمن الرحيم وطالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل البلائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون ولقد أغسلنا من قبرك في شيع الأولين وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهدئون كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وطالخ للسنة الأولين ولو فلوف عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون فقالوا إنما سفرت أبسارنا بل نحن قوم مسهرون ولقد علنا في السماء بروجا وذيناها للنظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السماء فأتبعه شهاب مبين والأرض مددناها وألقينا فيها رواسع أنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها ما إشعرا لستم له براجقين وإن من شيء إلا عندنا خزائره وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الياح لواطح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه فأسقينا كموه وما أنتم له بخازمين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستاخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من خلصان من حمى مثنون والجان خلقناه من قبل من نار الثوم وإذ قال ربك للملائكة إني قالكم بشرا من خلصان من حمى مثنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليت إلا إبليت أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليت ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من خلصان من حمى مثنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المطلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبوار بكل بعد منهم جزء مخصوم إن المتقين في جنات وعيوم ادخلوها بسلام آمنين ونبعنا ما في قدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمقرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ ذهلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجرون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مستني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنق بالرحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوطن إنا لو نجوهم أجمعين إلا مرأته إلا مرأته قدرنا إنها لمن الرابرين فلما جاء آل لوطن المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمكرون وأتيناك بالحق وإنا لصابقون فأسر بأهلك بكطع من الليل واتبع أدبارهم واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضو حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقصور مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تصبحون واتقوا الله ولا تهزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء براتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي فكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأضطرنا عليهم حجارة من فجير إن في ذلك لآيات للمتوثمين وإنها لبسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحسون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة الآفية فالصح الصفح الجميل إن ربك هو الحلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النبي المبين كما أنزلنا على المقتكنين الذين جعلوا القرآن عظيم فاربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهدئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر وقتوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيك صدرك بما يكونون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين